دكتور أنس إذن وكالة الطاقة الدولية قالت بالتقرير الأخير أن ارتفاع الطلب على النفط عكس المسار هذا برأيك كلام واقع ومنطقي وصحيح؟ طبعا هو صحيح إلى حد ما لأن هناك مشكلة لم تعالجها وكالة الطاقة الدولية سبب انخفاض الأسعار في الفترات الأخيرة هو قيام الصين بأمرين الأمر الأول هو استخدام الاحتياط الاستراتيجي الصيني كما ذكرنا في برنامج سابق إذا كنت تذكرين هذا الموضوع من عدة شهور الأمر الآخر أنها ضغطت بشكل كبير على مصافي المستقلين على أن يخفضوا تشغيلهم فانخفضت واردات الصين بشكل كبير انخفاض الاحتياط الاستراتيجي الصيني يعني أنه يحتاج إلى ملء في وقت لاحق أعتقد أن أوبيك تحسب حساب هذا بينما لا تحسب وكالة الطاقة الدولية هذا الحساب وهنا هذا برأيك السبب لأن أوبيك لم تقوم بتعديل الأوتلوك اللي طرحته هذا أحد الاحتمالات طبعا هناك شروحات أخرى منها أن أوبيك ترى أن من ضمن الأشياء أن زيادة أسعار النفط تعني أن موازنات حكومات دول أوبيك ودول النفطية سترتفع وبالتالي سيحصل نمو اقتصادي في دول أوبيك والدول النفطية ومن ثم زيادة استخدام الوقود في هذه الدول عن ما كان عليه في السنوات السابقة وهذا يضيف إلى الطلب أيضا هذا أيضا أمر آخر تجاهلته وكالة الطاقة أنا عندي سؤال سريع عن موضوع بايدن بالعودة إلى الموضوع الأول خصوصا أنه عمل ناقص أيضا أوبيك والأوتلوك اللي طرحته بوقت بايدن يدعو ويحط تايم لاين لبدء استخدام والمزيد من السيارات الكهربائية على طريق هو متضايق نوعا ما من أي ارتفاعات للبنزين إذا لم يكن هو على الأقل متحدث باسمه ما هو هذا التناقض برأيك يعني هو فعليا ما الذي يحدث هناك ما هي الاستراتيجية هي الاستراتيجية واضحة أو لا لا الاستراتيجية واضحة ولكن ليس هناك تناقض على الإطلاق موضوع السيارات الكهربائية له يعني إطار وقتي مختلف تماما عن إطار البنزين نحن نتكلم عن البنزين قبل الانتخابات القادمة بعد شهور أما موضوع السيارات الكهربائية على مدى سنوات فليس هناك تناقض بين الأمرين الأمر الآخر هو إذا كان هناك تناقض هو موضوع قيام بايدن كما تعلمين بإيقاف خطوط نبيب كيستون وغيرها القادمة من كندا ثم طلب النفط من دول الخليج ثم قيامه بمنع التنقيب في المناطق الفدرالية والمياه الفدرالية ثم طلب النفط من دول الخليج هذا الأمر هو الذي أثار حفيظة الكنديين وعدة محافظين في عدة ولايات أمريكية منتجة للنفط لأن هذا غير منطقي عندك النفط في بلدك لماذا تطلبه من الآخرين فأعتقد أن هذا التناقض أكبر من تناقض السيارات الكهربائية هل برأيك الاستراتيجية الأمريكية بشكل مختصر إذا سمحت واضحة وخصوصا أنه نحن عم نشوف أنه ما بيكون في تدخل واضح وصريح لاستراتيجية النفط الأمريكي في هذه الحالة يعني هو متروك بالفعل لعوامل العرض والطلب وما يحدث مع المنتجين المستقلين هناك إشكالية كبيرة في السياسات الأمريكية بس نوضح فكرة مهمة أن إذا كانت هي المشكلة أسعار البنزين فأن زيادة إنتاج النفط الخام لن تحل المشكلة لأن زيادة إنتاج النفط الخام في الخريج يحتاج إلى حوالي ست أسابيع حتى يصل إلى الموانئ الأمريكية ثم يحتاج إلى تخزين ثم يحتاج إلى تكرير فمشكلتهم هي المصافي وليست مشكلتهم هي زيادة إنتاج أوبيك فواضح أن هناك خلل في التفكير مشكلة أمريكا كما يلي أن هناك سياسات الأمن القومي هناك سياسات الخارجية وهناك سياسات البيئية وهناك سياسات الطاقة حاول بايدن أن يجمع كلها في سياسة واحدة بحيث أن يجعل سياسات التغير المناخي كجزء من السياسات الخارجية ولكن هناك تعارض بين هذه السياسات عندما يختارون بين الأمن القومي والمناخ سيختارون الأمن القومي عندما يختارون الاقتصاد والمناخ سيختارون الاقتصاد فهي هذه المشكلة في سياسات الأمريكية وهذا ما يشرح طبعا الموقف الأمريكي بشكل واضح جدا بالفعل أنا أشكرك الدكتور أنس الحجي مستشار التحرير في منصة الطاقة كن ضيف عزيز علينا اليوم تعالى المطاقة